أريكسون دائماً تهدف أنه تطور شبكاتها وتطور أداء شبكاتها هذا التقريط يعطينا بيانات مهمة على كيفية استخدام هذه الشبكات من المستخدمين ومن المشاغلين وطريقة استخدام الخدمات على هذه الشبكات احنا اليوم تقريباً 3 مليارات مشترك عالمياً يستخدموا شبكات أريكسون إذن بالنسبة لأننا لدينا معلومات كبيرة ونحاول دائماً نحصل على معلومات كبيرة حتى نحسن أداء الشبكات هذه ونطورها ونعمل ابتكارات في مجال الخدمات التي طبعاً تخدم التطبيقات التي تستخدم فيها هذه الشبكات الاتصالات المتقدمة نعم سيد طارق ولكن استناداً إلى التقرير لماذا تتوقعون بأن تكون دول الخليج ولبنان وتركيا هي من الدول الرائدة التي سوف تستخدم أو سوف تكون سباقة في استخدام الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذه الدول من الدول اللي فيها انتشار أكبر للشبكات الجيل الرابع وفيها عدد كبير من الشباب اللي هو بتطلع دائماً لاستخدام أحدث التكنولوجيا زائد أنه فيه فعاليات جديدة جاي على المنطقة مثل أكسفو 2020 في الإمارات العربية والمتحدة ودورة الكورة العالمية رح تتم في قطر في 2022 هذه الفعاليات زائد الانتشار الكبير للجيل الرابع والعدد الكبير من السكان اللي هما في المنطقة اللي هما شباب يعمل فرصة أكبر لاهتمام المشغلين وسكان هذه المناطق بهذا النقل الكبيري هذه للجيل الخامس ولكن هل ما ممكن أن تعطينا نقاط أو أبرز المواضيع التي سوف يتم نقاشه والتركيز عليها ضمن تقرير ريكسون موبيليتي يعني شوف التقرير بيتحدث عن انتشار أكبر للجيل الرابع في 2022 نحن نتوقع أن نسبة الانتشار رح تكون فوق الـ 40% ورح يكون عدد أكبر من الاشتراكات للأجهزة الزكية نحن نتوقع أن الأجهزة الزكية جزء من الاشتراكات المستقبلية في 2022 رح تكون 60% هو الرقم الصحيح بالضبط 58% نتوقع كمان أنه يكون الاستخدام أكبر لمحتوى الفيديو في الشبكات المستقبلية أو في الشبكات اللي رح تكون متواجدة في 2022 ورح تكون بعض الدول بشكل خاص مثل السعودية، تركية، والأمارات العربية نتوقع أن تكون استخدام المحتوى الفيديو أعلى من المعدل العالمي في هذا المجال وبالتالي ما تتوقعون بأن يصل عدد الأجهزة إلى 50 مليار؟ نتوقع هذا الشيء يصير في 2022 والسبب لهذا هو أن توقعاتنا أنه في 2020 رح يكون فيه انتشار أكبر لشبكات الجيل الخامس نتوقع رح يكون فيه تقريباً يعني بما يعادل في 2022 20 مليون اشتراك هنا عندما في المنطقة والجيل الخامس هو يعني منصة طبيعية لإنترنت الأشياء، إنترنت أوف تينجز إنترنت أوف تينجز هي اللي رح تكون هي التوجه الرئيسي لكل هذه الاشتراكات الكبيرة نعم سيد طارق، لو تحدثنا أكثر الآن عن أريكسون ورؤيتها وأيضاً أهم أهدافها من خلال هذه الرؤية أريكسون عندها رؤية لمجتمع متشابك متكامل فيه تواصل كبير بين القطاعات، الأفراد، المجتمع ككل هذا المجتمع الشبكي المتواصل نحن نعتقد بأريكسون أنه سيعطي فرص أكبر للابتكار ارتفاع المنتوج القومي للدول ومنتوج الشخصي للأشخاص كمان نعتقد أنه المجتمع المتشابك رح يأتي فرص أكبر للأشخاص وللقطاعات وللأفراد يتواصلوا مع العالم ككل الكل يتحدث عن تقنية الجيل الخامس ولكن ما هي بالضبط؟ ما هي هذه التقنية؟ كيف سوف تغير العالم عند تطبيقها؟ الجيل الخامس هو رح يوفر سرعات مئة مرة أكبر من الجيل الرابع رح يعطي مجال لاستهلاك معلومات ألف مرة أكثر من الجيل الرابع أو الجيل الثالث بسرعات كبيرة الموجود اليوم نتوقع أنه رح يكون فيه شبكة مستقبلية نسميها جيل الخامس ذكية تتعرف على نوع الاشتراك والشبكة هذه تستوعب هذا الاشتراك بشكل معين حيث أنه يحصل على أفضل نوع من الخدمات الأجهزة الحساسة سنسور ستسميها بالانجليزي رح تقدر تستخدم هذه الشبكات الجيل الخامس وعمر البطاريات بهذه الأجهزة رح يطول عن عشر سنين إذن ممكن أنت تحط أجهزة حساسة في أماكن معينة وتنسى عنها وهذه الأجهزة دائما تعطيك المعلومات الصحيحة